موسيقى مساء الخير اللي عرفوا ان الناس ممكن تورس من اهلها الشكل الزكاء خفة الدم الفلوس ويمكن المرض لكن هل ممكن يورسوا الحظ يعني لو حد حظه حاله ممكن ابنه يطلع محظوظ ولو واحدة مثلا بختها مش حاله ممكن ببنتها تورس منها البخت الوحش ده ده السؤال اللي بتسأله مكة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعتت تقول لنا انا وامي ملناش حظه في الرجالة شكلي كده ورست منها حظه طب ايه اللي حصل ايه اللي حصل في حكاية مكة ويه اللي خليها تقول كده تيجو نسمع القصة من اولها ونشوف مكة بعتت تقول لنا ايه اسمي مكة وعندي 18 سنة من المنصورة من ساعة موعيت على الدنيا وماما وبابا بينهم مشاكل بشوفها وبعيشها معاهم كل يوم وبسبب المشاكل ماما تطلقت مرتين وفي كل مرة كان بترجع عشان الناس بيقولوا لها ما ينفعش تخريبي بيتك ولازم تعيشي عشان عيالك وبالمناسبة انا مش مولودة في بيت ابويا لاني يوم ما جيت كانت امي سايباله البيت وغطبانا عند اهلها عشان كده ما بيحبنيش انا تربيت عند ستي سنتين بحالهم كانوا كلهم مشاكل وبعد كده ماما رجعت لبابا تاني مع ان المثل بيقول البنت حبيبة ابوها بس بابا عمره ما حسسني بالحنية منو انا صغيرة وبابا بيعملني باسوة قبل ما يكون لي يا اخوات ولما كنت اتعب ابويا كان بيسيبني من غير كشف ولا ياخدني عند دكتور ويسيبني كده لحد ما خف الواحدي اما امي فرغم حبها الكبير لي بس من كتر المشاكل مع ابويا كانت بتطلع خنقت علي كل ما تحصل حاجة ما بينهم تيجي علي بزيادة وكانت تقول لي يا ريتني كنت رميتك وتجوست وترجع بعدين تاخدني في حضنها وتفضل تبكي لما دخلت عدادي جربت ادور على صحاب احبهم ويحبوني لحد ما لقيت بنت كنت باعتبارها صحبتي واقرب واحدة لي كنت دايما بحكي لها عن كل مشاكلي ولم زعلني من الدنيا واقول هي دي اختي اللي امي ما خلفتهاش بس هي قزيتني بعدها وعيرتني مع اني كنت بحبها وبخاف عليها ولما كبرت ودخلت سنوي ابويا كان كل يوم والتاني يفرج علينا الناس ايش ضرب واش تيمة وبهدلة في البيت وفي الشارع مع انه كان حنين قوي على ولاد عمي كنت دايما بحس انه بيحبهم اكتر مني وكنت بغير واتقهر لما شوفوه بيحضنهم ويكلمهم كويس وبعايز اقول له انا اللي محتاجة لحضن ده كان نفسي اما تحصل معايا مشكلة اول واحد احكي له هو وما خافش منه كان نفسي ما يحرجنيش قدام حد كان نفسي ما يتعملش معايا وحش عشان انا جيت الدنيا ومليش زنب اني جيت لأب وام كرهين بعض بابا كان بخيل علينا يا سالي في كل حاج في المشاعر والكلام والفلوس حتى اهل بابا كانوش بيحبوا ماما عشان كده ما بيحبونيش ومن فترة حصلت مشكلة كبيرة بين بابا وماما والسبب ان بابا كان طمعان في ورث ماما وقال لها انتي لازم تكتبيلي كل حاجة باسمي الارض او البتين اللي ورستيهم وامي رفضت ساعاتها بابا كان زي المجنون ضربها وضربني معاها فوق البيعة عشان كنت بعاية ومغدودة ودايما لما يضربني بضربني على دماغي وضهري ويقول لي عادي لو متي لحد ما ماما مشت وسبت له البيت وخدتني معاها في الوقت ده كنت متعودة اجري على صحبتي الانتيم في سانوي كل ما تحصل معايا حاجة ما لقيش غيرها اترمي في حضنها وعاية وصحبتي دي كان بتحب واحد مرتبطة بيه فكانت بتتكلم علي على طول وتقول له اني احسن حاجة حصلت في حياتها رح قال لها طالما انتوا قريبين كده من بعد انا ممكن اخليكم تبقوا قريبين برضو بعد الجواز ايه رأيك اعرف على واحد صحبي كويس جدا ويبقوا البعض ويبقى زيتنا في دقيقنا المهم خد منها رقمي وكلمني على الواتساب عادي زي اي اتنين اخوات كانت اول مرة اكلم فيها ولد في حياتي وشوية قال لي اعرفك على صحبي انا معرفش ازاي وفيت عقلي كان فين المهم اتكلمت مع صحبه حسيت انه شخصية كويسة جدا وحبيته اكتر من روحي وشوية بشوية بقى هو مصدر ساعتي وكل حاجة حلوة في حياتي ولما تحصل لي اي حاجة اروح على طول اشتكيله لحد اما حصلت مشكلة بين صحبتي الانتيم وصاحبه واسابه بعض وطلب مني احاول اصلح ما بينهم لكن هي رفضت تماما فاتحول الموضوع معاه لغيرة اللي هو ازاي انا سيب حبيبتي وانتي وصحبي تفضلوا مرتبطين انا اللي معرفكم على بعض بدأ يعملي مشاكل كتير بيني وبالانسان اللي بحبه قعد يقوللي انا بحبك انتي وهو ما يستهلكيش وصحبتك انا ما بقيتش حبها انا عايزك انتي وقلت له احنا احنا اخوات وعمري ما هيبقى في حاجة بيننا وصاحبك ده انا بقى موت فيه قاللي ازاي يعني ازاي في الفترة القصيرة دي تحبيه كده هو كان عمل ايه يعني وبدأ يوقع ما بينه لحد ما فعلا نفذ اللي في دماغه وراح قاللي صاحبه كلام كتير كله كذب وظلم وفترة عن ايني ما بحبوش وبشتم عليه وان انا بحبه هو وحاجات كتير كلها ظلم مع اني عمري ما حسيت بالامن غير مع حبيبي كنت بقوله يا بابا واللي خلى الموضوع يتعقد اكتر انه جات فترة حصلت مشكلة كبيرة بين عائلة امي وعائلة ابويا كان فيها ضرب والعائلتين كانوا بيشرشحوا البعض وانا كالعادة اتضربت واتبهدلت في النص وما بقيتش عارف ارد على تليفوناته فهو سد اللي تقله لحد ما فعلا اختفى من حياتي بقيت ارن عليه مايردش علي ولا على رسائلي وفين وفين لما كلموا من ارقام غريبة يرد لما يعرف انه انا يقولي معلش اصلي مضغوط شوية في الشغل وبقى متجهلني ولا كأننا كنا مرتبطين وبعد ما بعد عني خالص بقيت مش قادرة اعايش من غيره وحسيت ان ما فيش حد بيحبني ولا ليا حظ لا في اهل ولا صحاب ولا حبايب حاولت الانتحار اكتر ما مر وكانت امي هي اللي بتلحقني على اخر لحظة ده غير مرة شافتني فيها بقطع شرايين ايدي وجريت بيه على المستشفى وفضلت هناك اكتر من شهر وكل شوية عند دكتور وكلهم قالوا كل ده من الزعل مين عندكم مزعلها واهلي يسكتوا وما حدش منهم يرد وفي مرة تعبت قوي وجات لي جلطة فضلت محجوزة في المستشفى كنت هموت واكلمه بس اصحابي اللي معايا منعوني وغصبوني اني امسح ارقامه من عندي وكله صوره بس انا ما قدرتش المشكلة اني لحد النهاردة لسه بفكر فيه وبحبه وهو ولا حاسس بي حاولت كتير اقوله انا كل الناس خزلوني اوعى اتعمل زيهم انا ما بصقش في حد غيرك ارجوك اوعى تسابني بس هو برضو سابني ومصيبة ان امي رجعت لابويا تاني معداش شهرين والمشاكل رجعت تاني كنت سعيتها في مدرسة ولما رجعت لقيت بابا ضرب ماما وطاردها من البيت وانفرج عليها الدنيا واول ما جيت ادخل البيت لقيته بيقول لي في الشارع امشي من هنا انا مش عايز شوف حد فيكم والله العظيم افتكرته بيهزر ولما دخلت فعلا راح مسكني من ايدي ورماني برا وقال لي ما شوفش وشك هنا تاني انا مش عايزكم وضربني في الشارع قدام الناس تخيلوا بنت عندها 18 سنة يتعمل فيها كل ده ودلوقتي انا وماما واخواتي بنتحرك من مكان لمكان شوية عند اخوالي شوية عند خلتي وكملت بأهلي اللي بقوا مش طيقنا وكل شوية اشتيمة وإهانة وتحكم المشكلة انه أمي سكتة ومش بتعمل حاجة وانا كل يوم ببقى هموت من العياط ومحدش حاسس بيه يعني ورست من أمي حظها الوحش مع أهلها ومع حبيبها ومش عارفة ايه آخرة العذاب ده كله قولولي اعمل ايه لحد هنا وخلصت بقى رسالة مكة هو ممكن يكون فيه قب كده مرعب صح طب فيه بنت عندها 18 سنة تشوف ده كله في 18 سنة بتوعها طب هتطلع سليمة نفسين بعد ليه شفيته ده كله بتعيشه طب ايه اللي ممكن تعمله مكة عشان تقومت بهدالة دي كلها أصل لازم يكون فيه حل صح